مجز لأهم الأنباء من التناصح أهلا بكم تعرضت العاصمة ترابلس اليوم الجمعة لقصف مكثف بالصواريخ العشوائية استهدف عدة مناطق بالمدينة حيث أصيب خمسة مواطنين عصر اليوم في قصف لمليشيات حفتر على منطقة الهضبة وأكد الناطق باسم وزارة الصحة فوز يونيس للتناصح أن مصحة ريال بطريق الشوك تعرضت للقصف أيضا والذي تسبب في إخلاء المصحة من المرضى والكوادر الطبية وفيما ذكر الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي في تصريح للتناصح أن مواطنا قتل وجرح أربعة آخرون في استهداف لمليشيات حفتر للأحياء السكنية ببلدية سوق الجمعة كبد الجيش الليبي صباح الجمعة مرتزقة ومليشيات مجرم الحرب حفتر عدة خسائر بشرية عقب محاولة فاشلة للتقدم بمحور الرملة جنوب العاصمة طرابلس كما أكد المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي عبد الملك المدني تمكن سرية الهون التابعة للواء المحجوب من تدمير عدد من الأليات المسلحة للميليشيات رصد موقع إتميل رادارا المختص بتتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والبحر الأبيض المتوسط سربا لطائرات تركية فوق المتوسط يتوقع أنها في طريقها إلى ليبيا وذكر الموقع الإيطالي أن هذا النشاط الجوي لم يشهد له مثيل إلا مهمة إيطالية سابقة فوق مدينة مصراتا من جانبها ذكرت وزارة الدفاع التركية أن طائرات تابعة للقوات الجوية التركية قامت بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية في البحر المتوسط وقال الناطق الرسمي لمكتب الإعلام الحربي عبد الملك المدني إن أربع طائرات تركية حربية نوع F-16 مرت فوق منطقة العمريات الغربية بعد دخول الاتفاقية الليبية التركية حيز التنفيذ قالت صحيفة إزفستيا الروسية إن مجرم الحرب حفتر قلل من قدرات خصومه ما أدى إلى خسرته لمواقع استراتيجية بالمنطقة الغربية وعودته لنقطة الصفر وأضاف الخبير العسكري فلاديسلاف شوريجين أن الوحدات العسكرية لحفتر توسعت أكثر من اللازم في المنطقة الغربية وخسر تفوقه الجوي الذي كان ورقته الرابحة مشيرا أن حفتر عاد إلى نقطة البداية في قاعدة الوطية التي تواجه خطرا محدقا بسبب التفوق الجوي لقوات الوفاق مؤكدا أن خسارة الوطية ستؤدي إلى قطع الإمدادات الجوية وسقوط الجبهة الغربية بالكامل دعا وزير الداخلية فتح باشاغة إلى إعادة تقييم قرار المجلس الرئاسي 277 لسنة 2020 إعلان حظر تام للتجول ودراسة إيجابيته وسلبياته وإجراء تعديلات جزئية عليه بما يخدم المصلحة العامة باشاغة في بيان له الخميس أكد أن هذا القرار سيدفع بالمزيد من الازدحام في ظل الظروف الحالية من نزوح وحاجة المواطنين لسحب مرتباتهم كونه جاء دون سابق إنذار مع قرب حلول شهر رمضان المبارك بحسب البيان نهاية الموجز إلى اللقاء موسيقى موسيقى المصر وحررنا وحررنا